حذر مسؤول بوزارة الخارجية الروسية من أن رد روسيا لن يكون سياسيا فحسب إذا أرسلت فرنسا قواتها لأوكرانيا المسؤول الروسي لم يحدد الإجراءات التي ستتخذها موسكو في مثل هذا الحدث لافتا إلى أن إرسال قوات فرنسية لأوكرانيا سيزيد من خطر وقوع اجتباك بين البلدين المسلحين نوويا وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد جدد مؤخرا في حوار مع مجلة إيكونوميست مطلع مايو استعدادة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية وكان هناك طلب من كياب بذلك ستة ألاف سلاح نوويا بين تكتيكيا واستراتيجي أو ألفي سلاح تضمهم ترسنة نووية الروسية أرقام تختلف بحسب التقارير العسكرية ولكن وبعيدا عن الأرقام ماذا نعلم عن هذه الترسانة وما الفرق بين الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية الأسلحة النووية التكتيكية أقل قوة من الصواريخ البلستية العابرة للقارات المزودة برؤوس نووية والتي يمكنها تدمير مدن بأكملها هذه الأسلحة تأتي على شكل قنابل جوية أو رؤوس حربية للصواريخ قصيرة المدى أو الذخائر المدفعية صغيرة ومدمجة ويسمح حجمها الصغير أن تحمل على شاحنة أو طائرة على عكس الأسلحة الاستراتيجية التي كانت خاضعة لاتفاقيات الحد من التسلح بين موسكو وواشنطن لم تكن الأسلحة التكتيكية مقيدة أبدا بأي من هذه الاتفاقيات ولم تنشر روسيا أرقامها أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها وبين التكتيكي والاستراتيجي فرقات عدة الرأس النووي التكتيكي به حمولة تفجيرية تقدر بين عشرة ومائة كيلو طن والكيلو طن هي وحدة قياس لقوة نووية تساوي ألف طن من مادة تي أن تي أما الرأس النووي الاستراتيجي فيضم حمولة تفجيرية تتراوح بين خمسمائة وثمانمائة كيلو طن ومداه أطول من التكتيكي وتمتلك روسيا نظامين صاروخيين قادرين على حمل رؤوس نووية تكتيكية الأول هو نظام كاليبر ويطلق من الغواصات والسفن ومداه يتراوح بين ألف وخمسمائة وألفين وخمسمائة كيلو متر والثاني نظام صاروخ اسكندر ويطلق من الأرض بينما يتراوح مداه بين أربعمائة وخمسمائة كيلو متر وفق الاتحاد الأوروبي رسميا على استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح أوكرانيا فيما تضغط واشطن ولندن لقطة أكثر طموحا وبموجب الاتفاق سيتم توجيه 90% من عوائد الوصول إلى صندوق يدير الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بينما تذهب العشرة بالمئة المتبقية لدعم كياب بطرق أخرى ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحقق الأصول أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بحلول عام 2027 الأصول الروسية المجمدة اعتمدت رسميا من قبل دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام أرباحها في الدفاع عن أوكرانيا وبموجب الخطة سيتم توجيه 90% من عوائد الوصول إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في مواجهة روسيا كانت مجموعة الدول السبع قد جمدت أصولا مالية روسية بنحو 300 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 معظمها من العملات الأجنبية والذهب والسندات الحكومية حوالي 70% منها محفوظ في مركز الإداع المركزي للأوراق المالية في بلجيكا الذي يحتفظ بما يعادل 190 مليار يورو بالغالبية العظمى من الأموال بروكسل جمدت أصولا روسية بقيمة 17.4 مليار يورو في أكتوبر 2022 تشمل حسابات بنكية وعقارات ويخوتا وسلعا فاخرة أخرى لألف وثلاثمائة وخمسين من المواطنين والشركات الروسية التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية البنك المركزي الروسي يقف على رأس هذه الجهات من ناحية تجميد الأصول والذي بلغت حصته منها 23 مليار يورو وفقا لبيانات عام 2023 وبحسب الوثيقة ذاتها فقد تم تجميد 50 مليار يورو في بلجيكا و5.5 مليارات يورو أخرى في لوكسنبورغ وذلك إلى جانب إيطاليا وألمانيا وإيرلندا والنمسا وفرنسا وتمثل هذه البلدان نحو 90% من جميع الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي سويسرا قامت بتجميد 13 مليار فرنك من الأصول الروسية الموجودة في البلاد بما في ذلك أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي إحياء الدعم الغربي لأوكرانيا قبل بدل انتخابات الأمريكية في نوفمبر يتكثف فيما يشن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته هجوما لذي عن ضد حلفائه مجددا شكواه من بطء وصول المساعدات القدرة على تمويل أوكرانيا بعد أكثر من عامين على الحرب تشكل تحديا أمام حلفاء زيلنسكي ولتوفير الدعم تبحث مجموعة السابح في إيطاليا خطة أمريكية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا فواشنطن تريد دعم حزمة مساعدات بخمسين مليار دولار بالاستفادة من عوائد الأصول الروسية الاتحاد الأوروبي استبقى مباحثات المجموعة بموافقته على استخدام تسعين في المئة من عائدات الأصول الروسية المجمدة والبالغة ثلاثة مليارات دولار لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتجمد بروكسل ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو ثلاثمائة مليار يورو وتبقي قبضة العقوبات الغربية المشددة على موسكو نحو أربعين ناقلة نفط الروسية عالقة في البحار منذ أشهر لكن تناسق العمل الغربي لدعم كييف يقف عند مفترق طرق عندما يتعلق الأمر بمصادر الطاقة الروسية فصادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بأربعة فاصل ثلاثة في المئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام وسط تزايد الامدادات إلى الاتحاد الأوروبي ثغارات كثيرة في العقوبات الغربية تسعى وزيرة الخزانة الأمريكية لسدها داعية البنوك الألمانية لتعزيز التنسيق لمنع موسكو من الالتفاف عليها أعلنت الصين فرض عقوبات على عدد من الشركات الأمريكية العاملة في مجال الدفاع بسبب سياس الإكراه الإقصادي التي تعتمدها واشة حيال شركات صينية وبيع أسلحة لتايوان وفي التفاصيل تطال العقوبات الصينية 12 شركة أمريكية عاملة في مجال الدفاع ومديرين تنفيذيين ومن بين الشركات لوكهيد مارتن ودريتون مضيفة أن بيع الأسلحة الأمريكية إلى التايوان ينتهك بشكل خطر مبدأ الصين الواحدة في ظل حديث الغرب عن ممارسة الصين للإكراه الاقتصادي في العالم تطرح التصولات حول ما هي هذا المصطلح وكيف يتم الإكراه الاقتصادي يقوم مصطلح الإكراه الاقتصادي على فكرة رئيسية تعتمد على عقد قانوني بين الطرفين يحدث الإكراه الاقتصادي عندما يقوم طرف بتهديد الأطراف الأخرى بإلغائه ما لم يوافق على مطالبه وشروطه وتعديلاته بناء على المصالح وخوفا من الخسائر المحتملة لا يكون أمام الطرف الآخر خيارات عملية أخرى سوى القبول بالشروط الجديدة التي حددها الطرف المقابل في العقد واقع جديد لا تقتصر خسائره فقط على طرف المتناول بل خسائره تطال الجميع بما فيها الطرف المهدد وذلك على المدى الطويل في العصر الحالي تبدو الأمثلة على الإكراه الاقتصادي وضحة في العلاقة بين الصين والغرب حيث تتهم واشنطن وبروكسل بكين بممارسة الإكراه الاقتصادي بحقهما فعندما سمحت لتوانيا لتايوان بإنشاء سفارة في أراضيها غضبت بكين وفرضت حضرا على الصادرات اللتوانية كما ضغطت على شركات لإزالة المحتوى اللتواني من سلاسل التوريد عند التصدير إلى الصين وهذا ما اعتبره الأوربيون إكراها اقتصاديا حيث تسيطر الصين على الحصة الأكبر من سلاسل التوريد العالمية إكراه تقابله ردة فعل دوما فالاتحاد الأوروبي رد على خطوة الصين وهددوا بإجراءات اقتصادية مضادة للصين وهي التي يمكن أن تصل إلى فرض عقوبات وهذا ما يثبت أن الإكراه الاقتصادي يسبب خسائر للطرف المهدد